شاركت وزارة البيئة بوفد تفاوضي في اجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ بالمانيا واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرص مصر على حشد انضمام مزيد من الدول والجهات لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة وعقد المناقشات مع الشركاء لرسم خارطة طريق للمبادرة لوضعها امام صانع القرار في مؤتمر المناخ القادم كوب 28 والعمل على اتخاذ اجراءات الوصول بها الى حيز التنفيذ وتوسيع قاعدة الشركاء واعربت وزيرة البيئة عن تطلعها للخروج بخطة عمل 2023 للمبادرة تعزز التعاون بين مختلف الشركاء ووضع نموذج متفق عليه لصياغة تقرير المبادرة ترجمة نانسي قنقر